مطار الريان في المكلة المطار المغلق أمام أبنائه المفتوح أمام الإماراتيين ثلاث سنوات منذ أن تم تهرير مطار الريان من سيطرات تنظيم القاعدة في المكلة وحتى الآن لم يستأنف تشغيل المطار رغم الوعود المتكررة من قبل السلطات المحلية في المحافظة نشطاء من أبناء المكلة يقولون أن عدم تشغيل المطار حتى الآن يعود لأسباب سياسية تقررها أبو ظبي بدليل أن المطار يستقبل رحلات لمسؤولين إماراتيين وسعوديين كان آخرها زيارة السفير السعودي الجابر والسفير الأمريكي للمكلة نهاية العام الماضي بل إضافة لشخصيات يمنية مقربة من الإمارات مثل خالد بحاح النائب السابق لرئيس الجمهورية والشخصية المعارضة للشرعية حاليا استمرار غلاق المطار يتسبب بأزمة إنسانية حقيقية في المكلة والمدن المجاورة لها يضطر المرضى الراغبون في السفر للخارج لقطع مسافة خمس ساعات أو أكثر للوصول لمطار سيئون هذا فضلا عن الطلاب والتجار الذهبين أو العائدين إلى أرض الوطن مطار المكلة، مطار صنعة والحديدة وتعز كلها مطارات معطلة وتقع تحت سيطرة قوات خارج القانون كان اليمنيون يأملون في التوصل لاتفاق فتح مطار صنعة في مشاورات السويد غير أن الحوثيين رفضوا فتح المطار كمطار محلي وهو ما سبب استمرار معاناة المواطنين الساكنين في مناطق سيطرة الحوثي واضطرارهم للسفر برا مواجهة صنوف المعاناة لساعات طويلة الرئاسة والحكومة الشرعية مسؤولون أمام المواطنين في حضر موت عن استمرار إغلاق مطار الريان حتى وإن كان القرار الفعلي بيد المندوب السامي الإماراتي فإن ذلك لا يخل المسؤولية القانونية عن الحكومة الشرعية وقيادة السلطة المحلية في المحافظة اشتركوا في القناة